بعد أن أجلت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية محاكمة نور زهير المتهم الأول بسرقة أموال الأمانات الضريبية بسبب عدم حضوره الجلسة التي كانت مقررة يوم الأربعاء الماضي الموافق للرابع عشر من شهر آبل جاري يظهر زهير على شاشة إحدى القنوات الفضائية مهدداً بالكشف عن كل شيء إذا ما تمت محاكمته ظهوره الإعلامي المفاجئ لم يكن عفوياً كما يقول مراقبون بل جاء وفق صفقة مع أحزاب متنفذة في محاولة لتبيض ملفه وإظهاره كضحية وليس كسارق للمليارات وهو ظهور جاء بعد يوم من تساؤل طرحته لجنة النزاهة النيابية بشأن مكان وجود المتهمين عن سرقة الأمانات الضريبية نور زهير وهيثم الجبوري فيما رجحت اللجنة بأنهما ينتظران تعديل قانون العفو العام ليشملهما نور زهير الذي اختار ظهور متوشحاً بالسواد تضامناً على ما يبدو مع مناسبات حزينة في شهر الصفر قال إن الأموال التي كانت بحوزته تعود لسقوك ومعاملات مدققة من هيئة النزاهة وهي ليست أموال الدولة ليبقى السؤال هنا أموال من التي خرجت بعربات مصفحة؟ ولماذا أعاد زهير بعضها إن لم يكن قد سرغها؟ زهير وصف سرقة الأموال الضريبية بأنها كذبة لافتاً إلى أن أحد النواب ممن وصفه بالمهرج ساومه على منزل بمساحة أرض تبلغ 1200 متراً مربعاً وبشرط أن يكون في المنصور ببغداد وهنا يعترف زهير بأنه دفع الرشاوة والأموال لإعلاميين وسياسيين ثمن صمتهم عنه زهير المتهم بسرقة أموال بقيمة تصل إلى 3 تريليونات و700 مليون دينار أي ما يعادل ملياراً ونصف المليار دولار هدد بفضح العديد من المتورطين معه في محاكمة علنية وهو ما دفع على الاعتقاد وفق تجارب سابقة أن قضية سرقة القرن سوف تذوب خشية شمول مسؤولين كبار في الحكومة بالملف خاصة وأن القضاء المسيس في العراق كان سبباً رئيساً في استشراء ظاهرة الإفلة من العقاب وإطلاق صراح فاسدين ومجرمين تحت بند عدم كفاية الأدلة كما حدث مع الضابط عمر نزار المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وقبله أحمد حمداوي قاتل هشام الهاشمي ولا غرابة أن نور زهير كان يتدخل بعمل بعض الوزارات ويدير الموانئ العراقية ويستحوذ على تعاقداتها بالاتفاق مع أحزاب في السلطة رغم أن اسمه ضمن قوائم المتهمين وفق ما اعترف به النائب عن الإطار التنسيقي علي تركي ترجمة نانسي قنقر